السلام عليكم مسابيع الشاق الخياطة بالتفصيل كديري لبس عليكم كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة فوستان محجبات بالتبطين كيف مما كتشوفوا هنا عندي هذا هو التبطين ديال فاساتين الصيفية كي ديت قريبا لعشرة درام او لعشين درام لاحسب كل محل كيكون رقيق ذلك التبطين الموسلين كيف مما تشوفوا هذه الموسلين كيف تختook جديدت وتوب دياليل كيلو عندي ه تعداء هذا الم مسلين تقريبا بنترين وعندي هات طرف هذا فيه متر ولكن وسوف تعود انكم �asıد يتفصلون هذا الموضيل هذا هنا كيفما كتشوفو كناخد هاد مترين هادي كنتنيها على اثنان بشكل طولي كيفما كتشوفو بحيث تكون هادي الحاشية تكون في هاد الجيه هادي وكنعودو نتنيه على اربعة كنجو من هنا من الجيه المسدودة كنحط القياس للكاتف عندي 18 سنتيم زايد سنتيم للخياطة هي 19 وكندخل ب 8 سنتيم للعنق سننزل من الكاتف ب 3 سنتيم ونرسم خط الكاتف هنا في الطول دير التركيز سنزيد 1 سنتيم لان الفستان يجي بالتبطين يعني فهنا نزلت هنا ب 22 سنتيم ونحط القياس دي الصدر عندي هنا في القياس الصدر 25 سنتيم الخياطة هي 26 سنرسم هاد الزاوية هادي القائمة باش يسهل علي نرسم الدورة ديال التركيز هنا بالنسبة لك تغدير التوب موسلين بحال هدا فما ضروري انكم تقلوا بشي حاجة لانو فش كتجيو التراسي وكيبقي تعوج ضروري تقلوا بشي حاجة مثلا حجيرات او لشي حديدات مثلا ديال الهندة تقلوهم بيه هاته هاته اغلال ديال الفستانل كلى هنالطول الفستان متحجير في قصة في ركبة كفم الفسطه حضر انا حطيت هنا فطول 28 سنتيم وفي ذاك العرض ديال داك الطول ليحطيت فوق الركبة فان هاتهener في العرض ديالها 38 سنتيم غادي ننزل بالطول ديال الحيزام عندي في طول الحيزام هنا 41 وفي الحيزام هنا غادي نزيد 5 سنتيم على القياس الحيزام ديالي عندي هنا 23 في القياس الحيزام وغنزيد 5 سنتيم هي 28 هات 5 سنتيم ديال التوسيع ديال الخيط المطاطي ضروري يزيدوا على القياس ديالكم وكنصير بخط بها ما بين النقطة ديال الصدر ونقطة ديال الحيزام وده بغادي نصير ما بين هاد القصة اللي غادي جينا فوق ركبة ونقطة ديال الحيزام وغادي نطلع من الجوانب 2 سنتيم كان قد تشوب ديالي لانه هاو كتشوفوا المسلين كي يزلق بزاف لكتحولوا تتقلوا بشي حاجة سافيدة بغادي نقطع من بعد مما غادي نفصل غا نحييض الظهر وغادي ندير تعديل على الامام هنا كننزلوا في العنق ديال الخالف ب 2 سنتيم وغنزلوا كدلك تعديل على التركيز هنا كيف ما كتشوفو جبت القيط علي شاطلية من الاسفل تنيتها على اربعة بهذا الشكل هذا باش غادي نفصلوا قيط علي غادي جي فيها الكشكشة من الاسفل سوف نحطوا نفس القياس ديال القيطعة الفوقانية 38 وكنزيدوا عليها 15 سنتيم او 20 سنتيم على حسب التوب زيدونتو مل على حسب الكشكش عفوا اللي بغيت واشجيكم كثيرة او للا سوف يوك نهبط بنفس القياس من الاسفل كتجينا قطعة مستطيلة سوف يخرجوا لنا هنا جوج القيطة قطعة ديالامام وقطعة ديالالظهر ده بغادي نفصل لكم هناكي شتون مشتش ليه توب بزاف ولكن انا غادي ندير واحد ديك واحد الموديل ديال لكم هنا غادي نفصل هاد طول هاد الكم هدا فيه 42 فقط غادي نفصل وغادي نكمل لكم بواحد القطعة هنا توب منتني على اربعة غادي نحط نفس القياس اللي نزلت به في التركيز اللي هو 22 وغادي ننزل من الجهة المفتوحة ب13 سنتيم هادي قاعدة نحسب هاد المسافة اللي عندي ونقسمها على اثنان ومن بعد نقسمها على اربعة الجهاز السوفلية كان ندخل بسنتيم والجهاز الاولية كان نخرج بسنتيم وكان نرسم الدورة ديال الكم ديالي طول كي قتلكم عندي فطول الكم هدا اثنان واربعون غادي ناخد فيه نجاتني اثنان واربعون في الكم ديالي وغادي نحط العرض اللي انا بغيت في اليد ديالي مثلا انا عندي هنايات 13 سنتيم زائد سنتيم ديالخياطة هي 14 وغادي نرسم الكم ديالي وغادي نرسم الكم ديالي سوف نأخذ القطعة كما تشاهدون سوف نتبع الزواق الطول سوف نتبع الزواق الطول سوف نأخذ الطول سوف نضع الخيط المطاطي سوف نضع 1-3 سنتيم سوف نضع 10 سنتيم على العرض سوف نزل بنفس القياس سوف نضع الخيط المطاطي سوف نفتح الخيط من الأسفل لأنها تجد طعم 3 على 4 عام ومسدودة من الأسفل السابط سوف نضع الزوس سوف نضع الخيط المطاطي سوف نفتح دابة سوف نضع الخيط المطاطي ونضع ذلك سوف نضع الحصول وسوف نضع الخيط المطاطي سوف نضع عرض لأنها تصديق عرض سوف نفصل هذا سوف نضع قطعة الفوستان ولكن هذا التبطين ما نديرش فيه ذاك القصة فانا غدينها بطول الفوستان الكلي ما غدينش ذاك القصة اللي فيها الكاشكاشة ونفصله ثبطين سامبل وغادي نفصل لكم كيف ما غتشوفوا الطريقة هنا في الحيزة من فصل القياسة الدرس يزدت خلق 5 سنتيم ديال الكاشكاشة باش ما نطولش عليكم الفيديو كيكتشوفوا ره جاي طويل بزاف كتفصلوا ثبطين سامبل لانه غايجي فقط من اسفل فلا داعي انكم تديروا ذاك القصة ديال الكاشكاشة نديروا سامبل الى لاحظة حتى في الفاساتين الجاهزة هنا جبت القطعة ديال الفوقانية باش ناخد نفس القياس ديال الدورة العنق يكونوا مقدين باش يجيوني في التبطين يجيني الخياطة هي هديك هنا اتنيت لكم على اربعة توب على اربعة باش نفصل لكم ديالي حتى لكم غا نفصل له قطعة واحدة ما غايجيوش جوجد القطعة فصلت لكم ديالي كيف مما فصلت طريقة ديال القطعة الفوقانية ولكن نفس الطول كنحط وبالنسبة للعرض ديال التبطين في الاسفل فانا غا ندير نفس العرض اللي درسوا القطعة اللي فصلت القطعة الاخيرة لانهم غا يجمعوا مع بعضياتهم فضروري يكونوا نفس العرض سافي ورسمت لكم ديالي بهذا الشكل هذا وعندو زود بالطريقة ديال الخياطة هنا اول حاجة في الطريقة ديال الخياطة هي غا نديروا الكاشكاشة لذيك القطع ديال الاكمام والقطع اللي غا يتكبولينا في الفوستان من الاسفل اللي كي يجيو تحت الركبة هنا غا نوريكم الطريقة ديال الكاشكاشة بالابرة بزاة في كل فيديو كي يسونون عليها را واضحة البنات هانتو ما كي كتشوفوا كتشوفوا الابرة ديال الخياطة وكتزو الصبات ديالكم اولا الدواسة كتنزلوها الاسفل كي يبليكم واحد الفراغ في هاد الجيهة هادي كتخشيو فيه الابرة اولا كتدخلو فيه الابرة سافي وكترخيو الصبات هو كي يزير عليها اولا الدواسة كتزير عليها عادي كتبقتها بتالينا الابرة تماماية ونكبرو الغرزة الاكبر غرزة يا لحسب الكاشكاشة العريق كت PT كتابروا اللارسة الاكبر غرزة في رقم 5 الغرزة لا تكديرو الغرزة في رقم 5 مثي اليك بمضاع المتاعب 65 سافي هنا غا ندير الكاشكشر القيطعة فجوج الي غا يجيو يركبين في الاسفل وكذلك للاكماء September القيطعها الاسفل فانا زيبتها وركبتها هي اول حاجه كنت اركبوها كنخيطه على بعد سنتيم كنركبوها للأمام والطهر كذلك دابا غدي ندوز نركبو الأكمام هدا هو الكم دينا وهدي القطع اللي درنا لها الكشكشة درنا لها الكشكشة غير من الفوق لأنها من الأسفر سأضي لها الخيط المططي كيفية كل حاجة سأضعها واحدة باش منطول عليكم الفيديو لانها من نفس الطريقة بحل الامام بحل الظهر بحل لكم اللول بحل كوم الثاني من هنا كي قلت لكم ونضي لها الخيط المططي سأضع بومبي هنا كيفية تشوفوا سأضعي لكم الطريقة السبطين كنجيبو القطعة الامام وكنجيب ورقيطعة ديال التبطين ديالها هنا كيف ماشتو نزلت في العنق ديال امام بـ 12 سنتيم كنحطو الوجه ديال التبطين على الوجه ديال الفوستان بهذا الشكل هذا وكنتبتوهم بالدبابيس لانك تعرفو التوب هذا الموسنين كيزلق بزاف فضروني تبتوهم هنا غادي نحدد المنتصف ديال العنق بهذا الشكل هذا بعد مما حددنا المنتصف هنا الفوستان غادي ندير فيه واحد الفوتحة فانا كنجيب الطباشير وكننزل بـ 7 سنتيم طول ديال هاد الفوتحة هذي وكنرسم الشكل ديال الفوتحة اللي بغيتها هنا غادي نديرها على شكل متلت اولا ممكن نديرها على شكل دائري او لشكل مربع الشكل اللي بغيتو كندخلهم كل جهة جوش سنتيم او لسنتيم فقط هنا عندي هاد السميطات هذو اولا هاد السيور هذو قدرتهم يعني خيطهم غايمتو بركة شاركهم معكم دائما وغادي نحطهم هنايا في الفوتحة ديال العنق باش يتخيطوا لي مع الدورة ديال العنق هنا كنحطهم وكنتبتهم بواحد المقابط كنحطهم للجهة الاخرى دابا غادي نخيط بهذا الشكل هادا الدورة ديال العنق مرورا بهذا الفوتحة هذي اللي تراصيت وغادي نرجع معكم هنا كيف مما كتشوفوا من بعد مما خيط غادي نفتح ذاك الفوتحة بحال هكا كنخلي نصف سنتيم على الخياطة وكنفتح بهذا الشكل هادا وكندير واحد افتيحات هكا في الدورة ديال العنق باش يسهل عليها انني انقلب العنق ديالي سافير دابا غا نقلب التبطين للداخل هانتو ما كتشوفوا كيفاش كيجي الوجه ممكن تعاودوا الخياطة على الكل على بعد سنتيم او لا تخليوا بحال هكا مني غايتحدد ما غادي شيبان نفس الطريقة در التبطين ديال الخلف مع القيطعة مع التبطين ديالها دابا بالنسبة للكتئفين كيفاش غادي نجمعوهم كناخدوا بحال هكا التوب الموسلين الامام مع الخلف وتتبطين كذلك الامام مع الخلف كنشدوهم بحال هكا وغادي نخيطوهم باش كتجينا الخياطة نقية من الداخل ومن الوجه هنا كيفما كتشوفوا بعد ما خيطناهم كيجي الفستان من الداخل الخياطة نقية مكتبنش وكذلك من الوجه طريقة خياطة الاكمام غا ناخدو لكم ديالنا ديال التوب موسلين وغا نخيطوه بالطريقة العادية ولكن تبطين فاحنا غادي نخيطوه يعني على الوجه كيفما كتشوفوا بحال هكا تكون الخياطة باينة بحال الخياطة ديال الكاتف هانتوبا كيفما غا تشوفو هال الفستان شوفو الخياطة ديال التبطين كيفاش جيه جيه للداخل باش من الداخل عوتاني الفستان يكون يكون الخياطة دياله مبيناش احنا غادي نحدد من الداخل ديال التوب غادي نحدد الخط ديال الحيزام اللي غادي ندير عليه الخيط المطاطي بالنسبة للخيط المطاطي فهنا غادي نديروا فقط على التوب الموسلين ما غا نديروش على على التبطين كي ايجيه هذا هنا بعد مجمعتهم خيطوا كيفاش غالين قلبو الفوستان ديانة بحال هكا كان اخذو الموسلين وكان قلبوه في التوب وكان حاولو نجبدو الأكمان بحال هكا لكم التوب الموسلين وكان نجبدو التبطين بهات الشكل هذا صافي كيجينا الفوستان ديانة بحال هكا هانتم غات شوف الخياطة كيفاش كتجي البنات شوف الخياطة كتبقى ما بين التوب الموسلين والتبطين ما كتجي الشلد داخل كديرا الخياطة كتجي الخياطة نقيم كتقلبو الفوستان من الداخل كلها كتجيب هانتم كتشوفو كتجيش بعينه والخيط المطاطي فاش كنديرو وغير على التوب الموسلين وكيتلبس فهو كيجمع دينا ثبطين تهوا plumا حتاجوا ان ندلوو الخيط المطاطي تبطين مع المسلم و نضع الفوتحة و ندخل الخيط المطاطي و كيف تشاهدون البنات هذا هو الشكل النهائي الفوستان يجيب حال هاكا بعد مساليته يجيشكل دياله رائع كيف تشاهدون الفوتحة في العنق يجيشكل ديال الزبيون بهذا السيور هذا و الأكمام يجيشكل ديالهم بحال هاكا يجيب بومبي بحال الشكل ديال الأكمام لديكم مؤخرا ولكن هادو كيجيو بالخيط المطاطي و من الأسفل كيفاش كيجي الفوستان ديالنا القصة كتجي فيه زوينة و رائعة كنتمنى أنه يعجبكم و تجربوه و تكونوا استفتتم هاد الفيديو بزبزف ما تنسوش تشاركو مع الأصدقاء ديالكم ما تنسوش تخليوا ليه تعليق ديالكم كنبغايكم بزبزف و نتلقوا في فيديو جديد